شارع رئيسي في قلب بغداد له ثقل كبير فيما لو صنف ضمن الشوارع الرئيسية في العاصمة لكن الواقع يتحدث عن اهمال وسوء استغلال لمثل هكذا اماكن ربما تعد فريدا ابو نواس هو ذلك الشارع الذي له باع طويل طوال الحقب والسنوات الماضية لا سيما في ظل موقعه الجغرافي والقريب من منطقة الخضراء اليوم وبعد مرور كل تلك الفترات وتغير الارقام بالتواريخ والازمان اصبح هذا الشارع مختلفا عن سابقه فبعد ان كان منتجعا سياحيا وموردا اقتصاديا اصبح بهذه الشاكلة شارع ابو نواس هي طبعا من الشوارع الاستراتيجية سياحيا ولكن فعلا مهملا المشكلة تكمين هي في عائدية الاملاك هي املاك لمواطنين هل من الممكن شراء هذه الاملاك من المواطنين كدولة اعتقد يعني فيها نوع من الصعوبة ولكن كمستثمرين ممكن او حتى يشتركون عدد من اصحاب الاملاك والعقارات ان يسون في الشركة العقارية وينطون مساحاتهم بالمساطحة لمدة 20-25-30 سنة من اجل تنفيذ مشاريع السياحية في المساحات الفارغة على طول شارع ابو نواس تكثر النفايات وتهمل اغلب البنايات التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية هذا فضلا عن حدائقه التي اصبحت عبارة عن مكان شبه مهمل بعد ان كان متنفسا للعوائل البغدادية كالعادة تأتي الاجوبة من امانة بغداد عن ما هي الاسباب تلك وغالبا ما تكون هناك خطط مستقبلية ستنفذ هناك خط موضوع من قبل دار الساميم عما قريب ان شاء الله سنخرج بنتائج وهناك توجيه من عمين بغداد بضرورة ان يستثمر الشارع ابو نواس بالشكل اللائق بهذا الشارع هناك توجيه بالاضاءة وكذلك على اعتبار الشارع يعاني من مشكلة بالاضاءة فتقريبا هذا الموضوع يعني قيد الحل شواخص كثيرة وشوارع رئيسية اليوم تعاني الاهمال بصورة غير طبيعية خاصة تلك التي تمتاز بقربها من الاماكن التي تتمتع بشريان حيوية وبالتالي ما يوصف اقتصاديا بان هناك موارد اقتصادية تستنزف دون استغلالها بالصور المطلوبة لا سيما وان البلد في الوقت الراهن بحاجة الى الاعتماد على موارد كهذه للخروج من الازمة المالية من العاصمة بغداد محمد جليل بلاد الفضائية